سقط صاروخ على منزل مواطن في حي منظر بمديرية الحواك جنوبي الحديدة أطلقته ميليشيات الحوثي من مناطق سيطرتها في سياق جرائمها المتواصلة بحق المدنيين وذكرت مصادر محلية أن الصاروخ الحوثي سقط في منزل المواطن أكرم وهبان وتسكنه أسرة النازح عبدالله جابر غير أنه لم ينفجر وألحق أضرارا مادية في المنزل ووثق تصوير حجم الدمار الذي سببه الصاروخ الحوثي في جدران وأسطح المنزل وقال أهالي حي منظر أنهم يعيشون في خوف ورعب لا سيما الأطفال والنساء إذ تقوم الميليشيات بقصف منازلهم ليلة نهار بقضائف الهاون والصواريخ